في حين أنه يكون طيلة فترة الدراسة من عمليات لعمليات وفي النهاية يتخرج يتخرج كيف؟ ما معروف؟ في النهاية يأتي بمسلك وظيفة لا هو للأسف الشديد جدا أنه في المرحلة التي تعتقد أنك في الجامعة والشباب التابعين للمنطمر الوطني أو المسيسين لطابعين للنظام بصفة عامة هم دين الناس اللي يطلعون ومشي يجاهدون ويأتيوا راجعين في ناس طلبة بيكونوا قاعدين موجودين في القاعة المحاضرات ولسا ما يتخرجوا رواتبهم ماشا وهم معينين في شركات معينين في مؤسسة الدولة بأنه تابع للنظام تجي تشوف الطرف الثاني أنك تتخرج من الجامعة وتجي بكل شهاداتك وتقدم لأنك تتوظف شركة كانت أو مؤسسة دولة وكذا أنك ما تجد الفرصة تضطرها تمشي تشتغل بتعموية تشتغل بتجرائي تشتغل أي أن كان الشغل الشغلة الشريفة أنك ده التهميش اللي بيخلي الشباب يكون دلوغوط 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 هذه النواة في غمن بعد كده بيحصل فدمن الأشياء اللي بتخلي الإنسان داخل على كبت ما قادر يحقق طموحاته ما قادر يحقق أحلامه ما قادر يساعد ناس بيته وترتبت عليها كمان مخدرات بعد كده في رواسط بعد كده في رواسط بتجيغ يعني في مخدرات طيب صريغات يعني ممارسات يعني ممارسات دخيلة على المجتمع فالمجتمع عايز عايز النظام المجتمعي بعد كده يكون عايز عايز يعني رؤية ودراسات استراتيجية بالنسبة للشباب دل يعني نحن كيف يعني غومهم تقويم صحيح فاهمنا عليه؟ يعني نحن كيف يعني الخل الوطنية يعني نحن الشباب ليس طالع في المظاهرات وخاشي أنه يعني غبن مرات تلقاوا أنه غبن عليه الداخلي يخلوه يفجر هذا الغبن وهذا الطاقة اللي عنده الكبير سوري عفوا فلازم شنو لازم يكون في رؤية أنا غايته بشوف أنه مصدر يكون في رؤية محددة جدا للشباب دل نحن نسوق الشباب دل للطريقة الصحيح نستبيد منهم نستبيد من الطاقة دي